السلام عليكم شباب شوك مش اخباركم انشاء الله كله بخير وصح وسلام اليما قطعنا رح يكون تحديث او تعديل نظام MSS على القطعة الماتريكس يعني سوتي update هذا الفيديو طبعا رح يكون لجماعة البيسي فقط الكونسول انشاء الله عندي فيديو ثاني هماتين اشرح لكم تحديث الاعدادات او السكريبت خلني نقول يعني احنا طينا تسمية سكريبت يعني تعديلة سكريبت مال الماتريكس تمام فخليكم بي الفيديو قبل لا اقول لك تعال خنبل شي شرح اتمنى من عندك وهذا شي اختياري فرحونا ولو مرة مرة واحدة فرحونا بفيديو انه يصير بلايكات عالية عملت اشترك بالقناة بس خلي لايك فقط خنبل شي شرح حيال للشباب مرة ثاني شوف يا صحبي خروح للبرنامج ما للماتريكس طبعا انا قاعد دا استغنى برنامج على الكمبيوتر او البيسي انت عادي تستغنى من الجوال او التليفون بس ملاحظة صغيرة بعد ما طالقين صورة مع الاعدادات مع الكود 20 لحده ما تلقى وسويت update لحده بعد ما منزلي طبعا امر طبيعي يا ولد امر جدا طبيعي انه تختار اي لعبة وتسوي عليه نسخ على اي اعدادات انت عندك امر جدا طبيعي هذا هذا مو شي مهم يعني لانه هو يشوف شباب مركز على هاي النقطة امر جدا طبيعي شوف يا صحبي نظرة سريعة بما انت اخاف اي واحد داخل للفيديو الجديد يقول اني مجا يعرف ما مستخدم القطعة الماتريكس على البيسي شوف يا صحبي بعد شراعك القطعة ستذهب على هذا النظام اللي موجوده السهر تزيئ اللي هو الفتق عليه اعطيك كاين نافذة هذا الجماعة البيستيشن 5 هذا الخيار وهذا الخيار الجماعة البيستيشن 4 الاسبوكس وعندك البيسي طبعا يكاتب لك هنا انا بوعه بلايستيشن 4 و اكس بوكس والاسبوكس الجديد اللي هو الاسبوكس تمام والهرتزية ما تتخليها الاف طبعا انا ساقعد احتيلك السعر لنظام البيسي انا مشغله وانا استخدمي شخصين اختار هذا الخيار اللي يشير الى يو اس بي بدون لان تمام وخروح انتابع الشرح مالتنا شف يا صاحبي اه هواي من الشباب يقولوا بزهرة انا استخدم مثلا اجيب الماتريكس على مدى استخدمها للجوستيك شف يا صاحبي هي الماتريكس يشغل لك الجوستيك بس ما تطلع لك المودات اللي موجودة داخل يعني ما تشغل لك المودات اللي موجودة داخل قطعة الماتريكس بيها مودات مثلا امسي استثبات ولا اخرية ما يطلع لك عن طريق جوستيك بس عن طريق الماوس والكيبورد تمام خروح اس نبلش الشرح ونشوفكم الاعدادات اللي موجودة شوف يا صاحبي سناب هذي الخانة من اتا تشتري السكرات من عندي تمام تقول له بزهرة شون اسو نسخ ولسق على الاعدادات طبعا هواي ناس تسعني على هذا السؤال واذا الشرح راح يكون للناس الجدد النسخ واللسق شون يلسق الاعدادات من يجيبها من نوقع او يجيبها من ابزهرة او يجيبها من اي شخص تضغط على هذان هادي 3 سكرات اللي موجودة هنانه خلا اسف لك عليهم ه believes 3 سكرات اللي موجودة هنانا تضغط عليها بعد ما تضغط عليها تمام رح تطلع لك هاي النافذة ها هاي النافذة تمام هذه النافذة رح تطلع لك هي خيارين تتشوف هناني ال COPPY وهناني البسط او اللسق تضغط عليه مثلا على ال recent رح رح اطلع لك عدة خيارات انت تختار أول خيار هذا أول خيار اللي يطالع لك هذا اللي قاعد داشلك عليه تختار هذا الخيار هذا إذا جبت أعدادات كاملة لأنه هذه بها أعدادات أكو بها أعدادات خاصة مثلا بس بالأم داون وبها أعدادات خاصة بس مثلا بالهب وبها أعدادات خاصة اللي هو بس بالسكريبتات نقول عليها أعدادات مثلا ام اس اس و ربط و رح السوالف سوي لها لسق علي الأدادات اللي عندك انت الخاصة بيك فإذا أنت خدت أعدادات من عندي كاملة فسوي لها لسق على هذا الخيار تمام؟ هنا أنا عندك الـ DPI ركزت شوية على الـ DPI لأن هذا الـ DPI هو نص يعني صراحة أنا ما راح أقول لك كنتم مفتهمين غلط بس ولكن أنا حشرح لكم شيء أشرح بالتفصيل اللعبة الوحيدة خلأ أشرح لك على اللعبة الوحيدة السوية هاي الحركة اللي هي لعبة لعبة ريمبو يقول لك بلعبة ريمبو الـ DPI اللي تخليه بالماوس لازم تخليه هنا الارقام اللي خليته بالماوس لازم تخليه هنا أنا قاعد تخليه بس الريمبو أما باقي الإلعاب خليه نفس ما أنا خالله هس بالوقت الحالي خنن thirteen الصفحة اللي بعديه تمام؟ هذه الصفحة اللي هي خاصة بالإعدادات اللي هي حركة الكاميرا وهذه الإعدادات هي خاصة بحركة من تضغط L2 او زوم حركة الكاميرا من الزوم خانت بيها موداتس تمام؟ هذه خانت الموداتس شوف يا صاحبي أنا هس بالوقت الحالي شنة اللي سويته وشنة اللي ضبرته على مواد تاخذ فكرة كاملة هنا أنا عندك قال أبدو ياك شو بالأزرار لأنه هاي من شباب أشوفهم دوما منشترون عند السكريب تقولوا بزرار أنا تخال أزرارك هاي شو أنا أبدلهم أنا ما أريد أن أستخدم هاي الأزرار شوف يا صاحبي هذه هي أنظمة تشوف هذا النظام هذا النظام هو نظام الـ R2 والـ L2 والـ R3 هذين ما تلعب عليهم أبداً ما تتوصلين من لأن هنا نظام افتراضي تشوف الـ R2 هي اللي اطلق النار بالسهم اللي موجود بالكليك تجاه الأيسر والـ L2 موجودة بالكليك بالتجاه الأيمن تمام اللي تغيره شنو تغير هذين الأزرار اللي عندك هنا أنا تمام نقول الـ L1 الـ R1 الـ L3 الـ R3 تغير أماكنهم شو نتغير تغيره عن توقف أثنين على R3 تروح على هذا الخيار تمام دقي عليه هنا أنا تطلع لك هاي الصفحة هاي الصفحة أو هاي المجموعة ما للي اللي ادي تشوفها ساذي أمامها كذين مجموعة من ناحية الموس والكيبورد الزرار اللي موجودة تمام شو نتغير شو نتقول شو نبدل هذا الزر كل اللي عليك يا صاحبي كل اللي عليك تروح لكيبورد اللي مركب موجود عندك على الماتريكس تضغط أي الزر يعني سلالة تعين أنا رح أضغط مثلا J أو أضغط مثلا F أضل قطع F F ده الشي اللي هنا أنا يقول يا با هذا مكان الـ F اللي أنت تريدها أو مثلا V هذا رقم LV أو حرف LV العفو هذا حرف LV تمام أنا أجي أضغط عليه LV من أضغط على LV رح يختال الزر وين رح يختال الزر اللي أنا ردته وين ردته ردت بالR3 يتحول نظامه بالحرف اللي أنت خليته بالماوس أو بالكيبورد هاي من ناحية تغيير الأزرار تمام خلنا ننزل وأنشوفك هس أنا عرفتكم على نظام الأزرار شو نتبدلها هسا عندنا هذا شنوه هذا خلاه يشلك عليه هذا نظام الثبات نظام الثبات سلاح التاك اللي موجود بلعبة كود 19 أو كسلاح اسمه تاك 56 تمام وأنا خالة هنا هسا أنا مجمدة هذة يعني على مود شنو على مود لا أنه تقدر هاي الأعدادات تستخدمها على كود 19 وكود 20 تروح تفعل هذا الثبات الخاص طبعا هذا هذا المن الثبات للسلاح اسمه تاك موجود بكود 19 تمام بحالة إذا رجعت كود 19 وتلعب اللعبة هذه الشيء فتيتفعل ثبات مالتاك فتيقدر من هنا تفعل هسا أنا أعلمك شون تفعله تمام هسا شي سوي شون تفعل هذا الثبات طبعا هنا هنا هناك ثبات هذا الثبات اللي هو 20% قيمة عشوائية على كل الأسلاحة تمام هسا رح أعلمك إنه شون هو نوقف هذا الثبات ونشغل هذا الثبات تمام رح تروح على هذا الثبات اللي موجودة العشوين بالمية تضغط عليه هنا وتضغط هنا على هذا الخيار وراح تروح هنا على هذا الخيار رح أنت وقفت الثبات مال العشوين بالمية نقول عليه تمام وهسا رح نروح نشغل الثبات مال أتاك تختار هذا الخيار تنزل على أول وحدة على أول وحدة تضغط عليه تمام ترجع مرة رح تشوف راح التضليل عنه اجا التضليل عني اجا التضليل على هذا الثبات اللي هو الـ 20% تمام؟ هس ايش صار عندنا صار عندنا الثبات بس ما الـ attack اللي موجود بكود 19 تمام؟ هس ايش راح نسوي مثلا تقول لا ابو زهرة انا استخدم مثلا انا استخدم اللي هو الـ 20% ما استخدم هذا attack تمام؟ ترجح نانا على هذا نفس الثبات تضغط نانا عليه وراح تسوي هذا الخيار تختاره انه تجمده تجمد وراح تروح على هذا الثبات الـ 20% وسوي له active وراح يشتغل عندك كثابات الـ 20% القيمة اللي موجودة عشوائية على كل الاسلحة هس تقول لابو زهرة هاذا شنو الثاني اللي بالنوس هالا الثاني يا قلوي خلاش اشرح لك عليها هاذا هاذا نظام الـ ms-s اللي خاص بس بالبس يا ولد نظام الـ ms-s تمام؟ هس راح اشوفك بعد انظمة ثانية هاذا نظام عندك الـ ms-s اللي هو ما للكيبورد اللي هو اذا جيد ضغطت بس حرف الـ h ضغطة مطولة راح يشتغل عندك يعني ميشتغل اذا شفت اللاعب ماتك اللاعب شخصية ماتك متتحرك يعني تاخذتش على شكل دائرة هو اللاعب يش يشوفه هو الاسلح يتحرك على شكل دائري او دائرة حسب انه سكربت الـ ms-s مشتغل بالكيبورد واذا شفت اللاعب واقف فدا يتحرك فاضل ضغط على الحرف الـ h اللي موجود هناك تعادي حتى تقدر تبدل هذا الزر اضل ضغطة مطولة على الحرف الـ h راح يشتغل عندك نظام الـ ms-s اللي موجود بالكيبورد راح يشوف اللاعب لحاله يتحرك يتش يمنى يسرى يفتر يمنى يسرى يتقدم لي قدام يرجع يمنى يسرى تمام؟ هسا ش راح نسونيك؟ ننزل للميزة اللي بعديها اللي هو شنوها؟ هاي هاي الميزة غريبة من نوحة شوي راح حطلق عليها اسمهم غريب ومضحكة صراحة هي اسمها راح نسميها راح نسميها حركة الدودة اللي هي شنو حركة الدودة؟ اللاعب يظل يسوي نسوي يدرب اي من- يعني سوي تي باك يقوم يقعد يعني توقف وراء كفر هسا عندي فيديو راح اخليكي اهنا امامك وشاشة تتعرف على هذا الشنو الحركة يقوم يقعد ويمكني يقوم يقعد يقوم يقعد Yipack بيقوم يقعد يقوم يقعد ويمكني يقود ويمكني يقعد يقوم يقعد يقوم يقعد ويمكني يستفيد على ما تشوف الخصم مورة الكفر انت اذا وقف về الكفر راح تشوف الخصم تمام؟ خننزل للميزة اللي بعدها نشوف شنو بالله بعد شنو شي جديد بهذا السيكريب تمام خل ننزل إليه هنانا خلان وصلنا هنانا هذي هذي شنو شغلها بو زارة هذي شغلها سلايت مو كنسل سلايت هذي يعني ستشايف انت مبطح بالأرض وتجد قوم اللاعب طبعا هاي بكوت ساعة أشياء متفيدك من يمبطح اللاعب للأرض وتجد يقوم قبل يركض فهذي تخليه زارة هنا طبعا شامرها بو كان بعيد اللي هو حرف T تقدر تبدل زارة عادي جدا طبيعي وتخليها قريب اللي انت تستخدمها على مود تمام هسه خلي شوفك بعض شنو اللي موجود بالأعدادات هذي اللي اخر شي طبعا اخر شي اللي هو هاني مسوفد اعدادات خاصة بحركة الام او الكاميرا مثلا لكها سموثنج يعني نعمة ميرجي في الماوس حتى اذا كان ديبيا ماته قليل راح او حتى اذا كان عندك مثلا احنا نسميه دي ربي فريم بالماوس هي تشيرقل الماوس اذا رقل عندك الماوس هذي الخيار المدفعي راح يخليه يقل الرجفة اللي موجودة بالماوس او بامك مرح يخليه يرجف تمام كلش منتازة هذي انا استخدمتها وهالي اعدادات على فكرة اولد انا استخدمها يعني جدا منتازة تمام فراح اقول لك هناني وراح اخدميكم هذا الفيديو الجميل وراح اقول اللي عليك يا صاحبي قلت لكم فرحوني ولو مرة ولو مرة تفرحوني انه تشتركون بالقناة تفعلون جرس تنبيهات خلونا لك الفيديو هذي وبس خلص هذي سرع الاعدادات اللي اشترحت عليها بالوقت الحالي سعرها 20 دولار ستوري ماراتي او امريكي او زين كاش او اسيا نشوفكم على خير ونقولكم يا شباب في مالا شكرا